وللمزيد حول اجتماع وزراء الخارجية العرب طلعنا عليه مراسل التلفزيون المصرية باسم أبو العنين من جماعة الدول العربية وبعد يوم طويل وحافل وزاخر باللقاءات وبالمبحثات الثنائية والجماعية كان اليوم الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب والذي تم انعقاده بعد طلب من مندوب فلسطين الدائم لدى جماعة الدول العربية لمناقشة العدوان الغاشم الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الأبرياء المدنيين العزل في غزة ومن أبرز هذه التوصيات التي جاءت اليوم بعد الاجتماع وبعد مجمل المبحثات كان شجب الوضع والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وضرورة التوقف الفوري عن مسألة أو سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الأعزل وضرورة توفير المسارات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية وخصوصا الطبية والغذائية للأشقاء هناك في قطاع غزة وأيضا بذل كل الجهود الممكنة لوقف هذا العنف في كافة المحافل الدولية وأيضا تقوية الموقف الداخلي على الساحة الفلسطينية من خلال رأب الصادع بين الأشقاء الفلسطينيين وإيجاد سبل لحل الخلافات الداخلية بين الفلسطينيين والفلسطينيين جميعا لتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المشاكل الخاصة وطريقة أو إيجاد طريقة لإحياء عملية السلام بناء على الاتفاقات الدولية ومبدأ حل الدولتين الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف